بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الجزء الرابع من الدرس الثالث نتكلم فيه على Principle in Threat أو الجزر الأساسي والعلاقة بين الجذور والأسس الكسرية فلو أن إن عددا طبيعيا 1-2-3 وهكذا وبعدد حقيقي فPrincipal in Threat الجذر الأساسي النوني للعدد B يرمز له برمزين إما بS1 على N أو الجذر النوني للعدد B طبعا في النظرية السابقة علمنا أنه للعدد الحقيقي إما أن يكون جذران أو جذر وحيد أو ليس له أي جزور فإذا كان له جذر وحيد فيكون هو الجذر الأساسي الحالة الأولى لو كان هناك جذر واحد فقط فهذا هو الجذر الأساسي أما إذا كان هناك جذران نعلم أنه مسلا للتسعة يمكن أن تكتب على صورتين ثلاثة تربية أو سالب ثلاثة تربية فالجذر الأساسي هو الجذر الموجب The positive in Threat الجذر الموجب فقط وليس السالب إذا كان للعدد الحقيقي جذران فإن الجذر الأساسي هو الجذر الموجب فقط الحالة الثالثة Undefined يكون هذا الجذر غير معرفا متى إذا كان العدد الحقيقي ليس له جذر في الأساس مثل مثلا أن يكون عدد سالب ونريد أن نضعه على شكل عدد مرفوع لأس زوجي لا يوجد هذا في مجموعة الأعداد الحقيقية وهذا الرمز جذر النوني للعدد B هذا الرمز هو radical كلمة radical وإن هي index درجة الجذر وبي يسمى radicand العدد الذي نحسب له الجذر وإليكم الأمثلة في المثال الأول تسعة أو الصنص نعلم أن تسعة لها جذران موجب ثلاثة وسهل بثلاثة ولكن هذا الprincipal in Threat الجذر الأساسي فنأخذ كما تقول القاعدة رقم اثنين الجذر الموجب فقط وهو ثلاثة الجذر الثالث لسالب 125 سالب 125 له جذر واحد فقط وهو سالب خمسة فهذا هو الجذر الأساسي 27 أسطلت أيضا له جذر واحد فقط وهو ثلاثة 121 له جذران موجب 11 وسالب 11 ولأنه principal in Threat الجذر الأساسي نأخذ الموجب فقط وهو موجب 11 سالب 16 أس ربع هذه غير معرفة لأنه لا يوجد عدد حقيقي إذا رفعناه للأس الرابع يعطي سالب 16 المثال الأخير الجذر الخامس ل32 32 ليس له غير جذر واحد فقط ألا وهو اثنين لأنه السفر دي ترجمة نانسي قنقر